الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين الحمد لله الذي وعد عباده بالنصر والتمكين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى أصحابه الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبة الكرام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام بسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلاما أزكى من المسك وأحلى من العسل وأبيض من الفج وأنقى من ماء الغمام رفاق الدرب ما زلتم بقلب القلب أحبابه فإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غابه فتقوى الله تجمعنا وحب الله قطابه رضى الله غايتنا وللفردوس طلابه أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علمه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جار البحث ولا زال البحث جاريا عن صفات جيل النصر والتمكين عن صفات الشباب الناجح النهاردة نتكلم عن صفة من صفات الشباب جار البحث عنها في هذا الزمان وفي وقعنا المعاصر قلّة قلّة من يتنبه لهذه الصفة أولي جدا اللي يفعل ويكون بهذه الصفة على أرض رقا وخاصة في هذا الزمان لما تنظر في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وتتأمل كده وتقعد تقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه كانت شخصيته متوازنة كان عنده توازن كان عنده اعتدال كان عنده انضباد كان عنده اتزان نفس ص Kaw�لاته ربي والسلام عليه يعني ما كانش بيكشر highest ولا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام وكان في خدمة أهل بيته كان يخصف نعلى تخيل يخصف نعلى ويرقع ثوبه يعني زرار مقطوع هذر مقطوع من السياب يرقع ويخيط بإيده عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يخصف نعلى ويرقع ثوبه وكثير من الشباب وكثير من الناس يستنكف ويستكبر أن يخدم أهل بيتي ولا حول ولا قوة إلا بلا يقول لك لا أنا بريستيجي ومستوى ما يسمح ليش أني أخدم أهل بيتي ولا حول ولا قوة إلا بلا فكان عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعلى ويرقع ثوبه ويكون في خدمة أهل بيته وكان عليه الصلاة إذا أزن للصلاة وأقيمت الصلاة ذهب إلى الصلاة كأنه لا يعرفهم ولا يعرفون هكذا تكون أمنا عائشة رجل الله عنها فإذا أقيمني الصلاة أو أزن للصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه فكانت شخصية النبي عليه الصلاة والسلام متوازنة كان عنده التزان وهذا ما نريده جيل النصري والتمكين من أهم صفاته أنه جيل معتدل أنه جيل متزن أنه جيل بيوازن بين العاطفة والعقل تخيل معايا لو إنك دعيت وهتشهد شهادة سواء كان الشهادي في المحكمة أو في غير ذلك والشهادة دي هتشهد بها على أحد من تعرفه أو واحد من زملائك أصدقائك جيرانك المهم ستشهد عليه لن تشهد له مش تشهد له لا هتشهد عليه هل العاطفة ستأخذك ولن تشهد عليه أم ستصدع بالحق ولا تخشف الحق لوم تلائم أحكي لك موقف لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام إيه اللي حدث للصحابة شوف سيدنا عمر أخذته العاطفة كيف يموت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال والله ورفع سيفة قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وَلَا يَرْجَ عَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمُ فَلَا يَقْطَعَنَّ أَيْدِي وَأَرْجُ الْإِنَّاسِ زَعَمُوا أَنَّهُ مَاتِ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّوَاتُ رَبِّه وسلم عليه شوف العاطفة هو مش متخيل انه مش يشوف النبي عيتاني عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة ابتلعت به الأمة موته الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فيأتي أبو بكر شوف عنا عاوزك تقارن دلوقتي طبعا سيدنا عمر استحكمته العاطفة شوف سيدنا أبو بكر كان يوازن بين العاطفة والعقل فأتى الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فدخل على رسول الله صلواته ربه وسلام عليه ثم كشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طب تحي وميت يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين ثم قبله ثم خرج الصديق رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين طبعا الصديق رأى هذا المشهد سيدنا عمر جمع الناس حوله ويقول والله ما مات رسول الله وسيدنا أبو بكر يقول لي سيدنا عمر على رسلك على رسلك اسكت وسيدنا عمر ما يسكتش والله ما مات رسول الله سيدنا أبو بكر يقول على رسلك على رسلك يا عمر وسيدنا عمر ما يسكتش فسيدنا أبو بكر ينادي في الناس أيها الناس أنصتوا إليه فسيدنا أبو بكر يخطب في الناس فيقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين فسكت سيدنا أمر بن الخطاب رضا عنه فسيدنا أبو بكر أهذه الآية في كتاب الله يا أبا بكر الآية دي في كتاب الله قال نعم أهذه الآية في كتاب الله فسكت فسكت سيدنا أمر وأدرك أن هذه الآية في كتاب الله وأنه قد مات رسول الله صلواته ربي وسلام علي الشاهد لابد أن توازن في مواقف دمورة عليك أه ممكن يحكمك العاطفة ولكن في مواقف تحتم عليك أن توازن بين العاطفة والعقل وخلي بالك أحيانا العاطفة تظهر لك الحقيقة زي مثلا أحكي لك مواقف والحديث ده في البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة اختصمت امرأتين كان فيه امرأتين ماشيين مع بعض كل واحدة منهم معها ابنها فأتى زئب فأخذ أحدهما خلي بالك وكانت امرأة أكبر من الأخرى يعني امرأة كبيرة وامرأة صغيرة وكل واحدة معها ابنها فأتى زئب فأخذ أحد الولدين فافترسه فاختصم إلى نبي الله داود راحوا سيدنا داود عليه السلام فكل واحدة بتقول لا دا اللي تبقى دا ابني الكريمة تقول دا ابني والصغير تقول دا ابني فاختصم واحتكم إلى نبي الله داود عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام انت لو في مثل هذا الموقف لو يعني حكمت في مثل هذا الموقف هتحكم بإيه خلي بالك جالك واحد قالك يعني اتنين جولك واحد بقولك الساعة دي بتاعته هو لبسها والتين بقولك لا دي مش بتاعته دي بتاعته أنا انت بالعقل هتحكم باللي قدامك هتحكم للي مع الساعة في إيده خلاص دي بتاعتك الساعتك أنا وما شاهدنا إلا بما علمنا سيدنا داود فمهم قال خلاص يعني كانت المرأة خلي بالك بقى كانت المرأة الكبيرة هي اللي معها الولد مسكة بالولد والصغير بتقول لا دا ابني فالمهم اختصم بعد ذلك وذهب إلى نبي الله سليمان عليهما الساب شوف بقى السيدنا السليمان كان ذكيا كان فطنا شوف بقى الذكاء والفطنة عمل ايه سيدنا السليمان انت لو ما كانوا تعمل ايه امرأتان تختصمان في ولد كل واحد يقول دا ابني بس لمسكة مين المرأة الكبيرة في السن سيدنا السليمان يقول ائتوني بسكين اشكه نصفين هتوجي سكين كده اشقه نصفين كل واحد اخذ نصف فقالت المرأة اللي الصغيرة في السن لا تفعل لا تفعل انه ولدوها انه ولدوها طيب العقل يقول بقى سيدنا السليمان يحكم لمين يعني يعطي الولد لمين اعطى الولد لهذه المرأة الصغيرة حكم بالولد لهذه المرأة الصغيرة ليه لان العاطفة قالت لا تقتله هو لو مثلا مش ابنها موته موته مش ابن كاك ابنها ولكن اخذتها العاطفة قالت لا تقتله لا تقتله فحكم بالولد لهذه المرأة الصغيرة فلابد ان توازن اخي الحبيب بين العاطفة والعقل لابد ان تكون حكيما في جميع امورك وفي جميع اقوالك وفي جميع افعالك وما يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب حبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى